علاج الخوف أهلا وسهلا أحبائي مرة تانية في برنامج ليكن نور يصرنا أن أستضيف إلى هذه الحلقة لأول مرة القسيس مكدي صادق القسيس مكدي هو من مصر من القاهرة راعي كنيسة الرسولية بالزيتوني في القاهرة وأيضا هو مدرس في كلية اللهوت الإنجلية الشرق الأوسط أهلا وسهلا أسيس مكدي نحن فرحانينك معنا شرف لنا وبركة أنك تكون معنا اليوم ولكل الأحبة المشاهدين أهلا وسهلا حديثنا اليوم عن موضوع العصر موضوع الخوف تقريبا هاي مشكلة بمر فيها الجميع ولسيما عايشين في الشرق الأوسط في عالم يمكن مجهول وعالم غير قابل للتكهن في أمور كتير بتحدث من تقاليد من ديانات من رئاسات من حروب من من إلى آخره فإذا من فضلك لو تعطينا فكر عام عن موضوع الخوف أول إنسان خاف في الوجود هو آدم لما أخطأ والرب ابتدى يكلمه قال له سمعت صوتك في خشيت كان خايف لأنه غلط وما تممش اللي الرب عايزه فالخوف دخل الإنسان من البداية بسبب خطية وابتدى يتسرب إلى كل الأجيال من آدم حتى قيين كان خايف ومرعوب بالرغم أن الرب طمنه لكن كل الأجيال دخل فيها الخوف والخوف أثر على كل البشرية وجاء المسيح ليحر الإنسان من الخوف ترجمة نانسي قنقر